رسالتي مايلي حقيقة كمواطن أكبر وأحيي كتلة دولة القانون النيابية على هذا الموقف هذا الموقف يحسب للكتلة بأنها لم تجامل أحد نوابها على فعل غير مقبول لا قانونيا ولا عرفيا كعرف اجتماعي ولا دينيا إنه هذا التعدي وهذا الغلط اللي صار فحقيقة تحية لهم على هذا الموقف تحية لكتلة دولة القانون على هذا الموقف الوطني الذي اتخذته ولكن ولكن هي لزيادة دور كل الجهات كنت أتمنى على كتلة دولة القانون أن تطالب القضاء بأن يكون له دور أن تطالب القضاء بأن يكون له دور في بيان الحقيقة للرأي العام العراقي وأن تدعو كل النواب في اتلاف أو في كتلة دولة القانون وبقية النواب من كل كتل في مجلس النواب على ضرورة حث من يهمهم من مكاتبهم من أتباعهم على احترام القانون لأنه نحن جاي نسمع يا جماعة أنه كل نائب من يمشي بالشارع هو موكبة كأنه هو السوداني جاي يمشي لا السوداني رئيس مجلس الوزراء يعني أكو برستيج معيلي رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس النواب رئيس الجمهورية سالب الدول ماشية ضمنه لازم يكون إلى حماية بس يا أخي أنا نائب أو أنا نائبة أو أنا مسائق النائب إيه ما يصير أنا الصرف فالتصرف لازم احترم القانون واحترم اجراءات المرور هذه رسالتنا والله يوفق الجميع وتحية لأبطال وزارة الداخلية بوزيرها البطل سيادة المقاتل فريق أو الركن عبدالأمير الشمري وكادر الوزارة وقادتها وضباطها وشرطتها كافة سيادة المنزل